اهلا وسهلا فيكم من جديد وبأصل الحكاية لليوم رح نحكي عن موضوع جدا مهم وهو زيت الزيتون من الاشياء الاساسية اللي موجودة بكل بيت اردني بس ضروري انه احنا نعرف مع بداية موسم الزيتون العديد من الاسئلة اللي عم بدور حواليه وتحديدا عن الزيت المرهرب اللي عم بوصل على اراضي المملكة حذرت الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الزيتون في بيان اصدرته من مقاطر زيت الزيتون المهرب وقالت انه ما في رقابة على زيت الزيتون هاد اللي عم بيدخل على البلاد بطريقة غير مشروعة وبرضه يشاري لانه الاجهزة المعنية ضبطت قبل ايام اكتر من الف كيلو جرام من زيت الزيتون المهرب من احد المعابر الحدودية وبضل السؤال اللي موجود ببالنا هاي الكمية اللي تم ضبطها هي الكمية اللي يعني ممكن انه احنا نقارنها بالكمية اللي فعلا دخلت للبلاد كل احوال رح نعرف التفاصيل مع ضيفنا الكريم لاليوم هو السيد فياض الزيود رئيس الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الزيتون صباح الخير اذا خلينا نبلج بالحديث عن زيت الزيتون المهرب الوزارة قالت انها ما تمنح اي رخص استيراد والزيت عم بتسلل هيك هيك لداخل الاراضي الاردنية اعطينا التفاصيل بعد اذن بداية صباح الخير لكل اخوة المستمعين والمشاهدين كل عامته بخير بداية موسم ان شاء الله موسم خير على البلد ستي زيت المهرب هي مشكلة قديمة جديدة هي موجودة من خلال معبر نصيب تحديدا للأسف الزيتون الزيت عم بخش بدون رقابة لانه بطريقة غير شرعية ما في عليه رقابة لا غذاء ولا مواصفات ومقيس حولها حتى من وزارة الزراعة اتفاجأنا بخبر اتلاف 1300 كيلو 1400 كيلو وهي كانت مضبطات ليوم واحد فتخيلي انه احنا المعبر هذا فتح بشهر 12 الماضي نحكي عن 7-8 شهور يديش تكمية اللي دخلت هاي جهة الجهة الثاني انه اليوم التهريب هو عبارة عن جشع تجاري ما بهمه شو محتوى هذا هذا الزيت هل هو صالح غير صالح مصرطن غير مصرطن شو محتوياته ما بهمه لانه بالمحصلة وبدو بيع منتج بسعر رخيص حتى يستطيع سوقه وبهاي النقطة تحديدا بحب احكي بشغلة انه للأسف السوشال ميديا ذبحتنا بالإعلانات زيت بخمسين وخمس وخمسين دينار وستين دينار وتنكت الزيت بالأردن بتكلف تقريبا بين السبعين والخمس وسبعين دينار فالأسعار كانت غير منطقية وغير واقعية ولا تمثل واقع الحال ننصح برضو هاي نصيحة على من خلال الحديث انه لا حدا يشتري من السوشال ميديا لا من الإعلانات الفيسبوك ولا من الستيجرام ولا أي وصيلة تواصل غير مضمونة يعني للأسف تلاقي أرقام تليفونات بترنع رقم التليفون بيجاوبك أول مرة تانية مرة ما بيجاوبك لأنه أصلا تم لغاءه وعمل خط يبيع في بيعه واحده وبعدين بينهيه التهريب راح يظل مستمر ولكن بحاجة إلى خلانيحكي جهد أكبر من الجهات المعنية يعني وزارة زراعة أتلفت نأمل أنه يكون فيه ضبط أكتر للحدود في هذا الموضوع تحديدا إن شاء الله وبالأخير مثل ما ذكرت هاي رسالة لكل المتابعين أدي ضروري أنه إحنا نكون يعني وعيين بالأخير طبيعي أنه يكون تانكت الزيت حقها من 70 إلى 75 دينار ممكن يكون سعرها أكتر من هيك كمان صحيح بالتأكيد حين الموسم الماضي كان سعر تانكت الزيت بحضل 90 دينار نعم في بعض مناطق مباعة 100 دينار وهي قليلة ولكن بالمحصلة أنت بلك تأخذ منتج خلينا نحكي يوازي القيمة النقدية بلك تفعل تماما هذا المنتج طبعا اليوم مبارح يعني ضمن الحديث مبارح ضبطة الغذاء والدواء 6 طن زيت نباتي مناكة ومصبوغ على أساس أنه زيت زيتون فم بتحكي 6 طن وبتنباع بخمسين هو زيت صوية كزيت صوية ما عندنا فيه مشكلة لو بنعرف شو نستخدمه وين نستخدمه صحيح ولكن المضيفات اللي عليها السبغة والنكهة والرائح هاي هي المشكلة فيها همواد مجهولة يعني وبالتالي بمقدة تأثيرها على صحة الإنسان والمستهلك بشكل مباشر طبعا المستهلك خلينا نحكيها بطريقة أخرى القانون لاح في المغفلين المستهلك لما بيتجه بيشتري من المواقع هاي المجهولة خلينا نسميها هو غش نفسه بالبداية نعم في دور رقابل الدولة وموجود الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس ولكن المواطن نفسه لازم يكون طبيب نفسه زي بحقوها لازم بيعرف شو بيشتري طيب سيدي كنت قد ذكرت قبل ما نبلش المقابلة تحت الهواء إنه في حملة عم بتقوموا فيها في الوقت الحالي الشخص بقدر إنه يأخذ الزيتون اللي يجترى أو الأشخاص اللي عندهم المزارة وإلى آخره حتى نفحص هذا الزيت نجو كيف وضعه أعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الحملة ستي إحنا في عنا حملة سنوية نعم بتقوم فيها جميع الجهات المعنية الحملة اسمها أفحص زيتا قبل يخش بيتك تمام بمعنى هاي الحملة تدار من قبل وزارة الزراعة كونها هي الرائع الرسمي للقطاع الزيتون نعم ويشارك فيها الغذاء والدواء بيشارك فيها المواصفات والمقاييس الشرطة البيئية الجمارك من القطاع الخاص الجمعية المنتجين والمصدرين النقابة العامة لأصحابهم المعاصر تمام اليوم إحنا عنا الرقابة على القطاع الزيتون خلينا نحكي بشكل عام هي موجودة ضمن مؤسستين وزارة الزراعة صاحبة الولاية إلها الرقابة والإشراف على المعاصر وآلية الإنتاج تمام من قطاعها وبالتالي عليها دور كبير وعم بتقوم فيه حقيقة يعني يطيهم العاق وعم بيشتغلوا بشيء من المؤسسي اليوم معصرة في عليها أي شبهة بيصير فيها تحقيق أي معصرة في عندها أي خلل ممكن تغلق وممكن تلغى ترخيصها تمام في عندهم إجراءات كتير كبيرة بالمقابل الجانب الآخر من الرعاية اللي هو الغذاء والدواء الجهة اللي بتفحص الجهة اللي بتنفذ الجهة اللي بتدعو وهي من الغذاء والدواء بهذه الحملة تحديدا مسموح لك تفحص زيتك مجانا بمعنى تاخد عينة زيت بتروح فيها على الغذاء والدواء بيفحص لك إياها بهذه الحملة تحديدا مجاني فاليوم انت ما عندك عذرك مستهلك انه والله زيت طلع مغشوش يعني احنا ما عم نحكي فقط عن الشركات الكبيرة وإلى غري احنا عم نحكي عن أي شخص أنا ممكن يكون في عندي تنكة زيت أشوف إذا هو فعلا زيت منيح ولا لا بحمل حالي بروح عندهم بأي ناما بتتجاوز الخمسين جرام بيعطيك نتيجة زيتك نسبة الحموضة جودته كان مغشوش مش مغشوش بنفس الوقت الحملة بتركز على أنه الإنسان لازم يشتر الزيت من المصدر الموثوق صحيح هو منيحكي مين مصدر موثوق نعم المصدر الموثوق أما برأيه ثلاث جهات الجهة الأولى اللي هي المعصرة مكان التصنيع أنه أنا بروح على المعصرة بشوف بشوف الزيتون هو فرش هو طازج وبشوفه زيت وين الزيت بلائم رغباتي وإحتياجاتي بأخده صح المصدر الثاني أنه أنا بعرف المزارع عنده 100 دلم زيتون عنده 50 دلم زيتون عنده 10 شجرات ببيع ممتنكتين ثلاثة هذا بضمنه وبأخد منه يكون فيه ثقة يا خيال نحكي والمصدر الثالث أنه بأخد منتج معبأ عن الرفب من سبر ماركت عليه اسم تجاري عليه رقم تليفون مراقب من الغذاء والدواء اليوم الغذاء والدواء عم بيطلعوا على كل أسواقنا وبيخدوا عينات وبيفحصوا ولو بشكل عشوائي ولكن فيه رقابة طالما فيه رقابة فأنت آمن صحيح ولكن اللي أنت مش آمن منه اللي هو اللي بيباع على الشارع اللي بيباع على الطرق الخارجية اللي بيباع بأماكن بالأحياء بتلاقي زيت زيت والله أنا جيت وانقطعته معي تنكت الزيت جايب هدية للصاحبة ونضلش معي فلوس بدي أبيعها طيب أنت تنكت زيت حقه 100 دينار أو 90 دينار أو 80 دينار عم بتبيع بخمسين دينار معاته فيه شي غلط فيه شي ما بيلامس الواقع يعني ندعو المواطن والمستهلك إنه إذا أنت ما درت بالك على صحتك واخدت احتياطك ما حدا رايح يأخذ لك أوكي فيه رقابة بس الرقابة مش موجودة فوق كل واحد فينا رقابتنا ذاتية خلينا نحكي لازم تكون موجودة طيب بالعودة للسؤال السابق اللي منتحدثنا عن محل ما ممكن نفحص الزيت نعم أين هي النقاط الممكن نفحص الزيت فيها حتى يارف المتابر ستي عنا الغذاء والدواء عنا غذاء دواء عمان العاصفة بوجود غذاء الدواء بالزرقة فيه بأربط بالشمال فيه بالكرك بالجنوب وزارة الزراعة في المركز الوطني البحوث الزراعية في عندها مختبرات برضو تفحص مجاني لهاي الحملة الفحص موجود بس بدنا واحد يروح يفحص واحد يروح يؤكد لأنه بالأخير هاي صحتك يعني طبعا بنصح برضو المستهلك أنه الزيت اللي بده يأخذه يأخذه بقناعته من المصدر اللي هو يثق فيه مية بالمية طيب خلينا نحكي عن نصائح حضرتك لكل الأشخاص اللي هلأ بتجهوا سواء كان لا قطاف مثل الزيتون إمتى أفضل وعد أنه إحنا نشتي الزيت وأي تفاصيل أخرى من حب نقدمها للمتابعة ستي بداية موسم الزيتون السنة رسميا موسم العصير يبدأ في 15 عشرة نعم فيه بداء إعلان بداية الموسم من قبل وزارة الزراعة في 11 اليوم الوطني للزيتون نعملها بالطريقة فبين 10-15 عشرة واحد 11 هاي الفترة خلينا نحكي يدي يبدأ فيها الإنتاج تمام طبعا إحنا اليوم إنتاجنا في بداية شهر عشرة أو في 15 عشرة بيكون الزيتون لسه أخضر لسه ما نضج فهذا الزيتون الزيت اللي بيطلع منه إله نكاة خاصة طبعا فيه ناس بيرغبها وناس ما بيرغبها وبالتالي هو مداق هذه الفترة بيكون فيها كمية الزيت قليلة ولكن جودته عالية وسعره مرتفع لنتيج انخباض نسبة التحويل بس بنرجع بنقول أنه أفضل وقت لإقطاف الزيتون لما بتشكل عنا الثمار تلون بحدود إلى 75% بيكون نسبة الزيت وسط للحد الأعلى وبنفس الوقت ما زال الحبة طازجة وفرش بتقدر تاخد منها أعلى جودة ممكنة فيه شيء بخص هذا الموسم تحديدا إنه السنة تم عقد الثمارة والإزهار كان متأخر ففيه شهر خمسة بيحتاج الزيتون لغاية العصير إنه يقعد 210 أيام على الشجرة حتى يكتمل نموه وتكوين الزيت فيه وبالتالي هاي الفترة رايح تاخدنا إلى واحد هداش بينما للتخليل بده 180 يوم اللي هو شهر عشرة فالزيتون صالح للتخليل رايح يكون خلال شهر عشرة زيتون لغاية العصير بعد واحد هداش حتى يكون عنا الزيت اكتمل ونضج بالثمار وهي شيئا ضرورية جدا إنه ندير بلنا فيها لأنه إحنا في الموسم 2017 أعتقد فقدنا تقريبا بحدود 20% من زيتنا نتيجة القطاف المبكر وكانت للأسف هي خسارة بالمحصلة على المزارع وعالوطن طبعا طبعا طيب وإذا إحنا بدنا نحكي عن صنع مخللات الزيتون فيه أنواع معين بتنصح فيها ولا بغض النظر عن إيش كان طول ما هو بشهر عشرة لا ستي هسا اليوم إحنا عنا الزيتون نوعين أو 3 أصناف خليناك نعم فيه زيتون لغاية التخليل فقط بتكون نسب الزيت فيه كتير متدنية وهو لا يصلح للزيت يصلح للتخليل نعم وعنا أصناف نسب الزيت فيها عالية جدا وبالتالي هي تصلح للعصير ولا تصلح التخليل وفيه أصناف بسموها تنائية الاستخدام اللي هي بتكون للعصير ولا التخليل اليوم الأصناف التنائية الاستخدام اللي هي النبالي محسن النبالي البلدي بما يسمى الرومي النبالي الصوري بنفس الوقت فيه بعض أصناف حجم الثمرة بكون الزير هذا الحجم الحب الزيرة لا تصلح للتخليل هاي خلقت للزيت فما في داعي انتجي فيها للتخليل اللي بدو يبدأ يخلل تقريباً من واحدة العشرة طبعاً فيه مقولة خاطئة بس هي موروث بنحترمها انه لا تخلل لا تقطف إلا بس تمطر الدنيا كان بالأول نعم إلها دور لأنه كانت هي بتعمل عمية غسيل للشجرة بتزيح الغبر عن الثمار بتحسن منظر الثمار اليوم ما عادل يوم فيه تكنولوجيا فيه حداثة فيه غسيل فيه تنظيف فيه آلية لتجهيز الثمار لغاية التخليل وممكن انه يؤثر على الثمار بطريقة سلبية إذا احنا فعلياً نتركه فترة زيادة إذا تأخر الشتاء بالأخير يعني سيد فياض شكراً جزيلاً على هذه المعلومات سيد فياض اللي زيود رئيس الجمعية الأردنية المصدرية ومنتجية الزيتون ومثل ما حكيت بداية المقابلة كل عام وحضرتك كمان بألك خير وإن شاء الله يكون موسم قطاف خير وبركة على جميع الأردنيين اشتركوا في القناة